التقى البرلماني السابق أحمد تنطاوي ضمن مشاورته مع القوى السياسية بالأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية والتي تضم رؤساء أحزاب الحركة وعدد من الشخصيات العامة وأكدت الأمانة العامة للحركة تمسكها بالضمانات التي طالبت بها لنزاهة ومصدقية الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي وردت في بيانها صادر في إبريل الماضي منوهة إلى أن لقاءاتها بالمرشحين المحتملين لا يعني أنها قد اتخذت قراراً نهائياً بالمشاركة في العملية الانتخابية أو دعم مرشح بعينه في السياق المتصل قال عضو مجلس النواب الإعلامي المصري مصطفى بكري إن الانتخابات الرئاسية في مصر ستجرى قبل نهاية العام الجاري 2023 استناداً إلى النص الدستوري ونفى بكري في تغريدة على تويتر وجود شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة مشيراً إلى أن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذا العام تأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور والتي تنص على إجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوماً على الأقل بينضم إلينا من القاهرة مجدي حمدان عضو مؤسس في الحركة المدنية ورئيس قطاع التخطيط السياسي بحزب المحافظين أهلاً بك معي أستاذ مجدي وخلينا نبدأ الحقيقة من بيانكم الأخير بعد لقائكم بالمرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق التنطاوي قلتم في البيان أنتم حتى الآن لم تقرروا بعد إذا كنتم هاتشاركوا بالفعل في الانتخابات الرئاسية القادمة أو أي مرشح تدعمه خلينا نبدأ من الضمانات أي الضمانات اللي أنتم بتطلبوا بيها من أجل أنتم تعلنوا عن مشاركتكم بالفعل في الانتخابات مساء الخير على حضرتك وعلى جمهورك الكريم خليني في الأول بس أنعي الأب الروح للحركة المدنية لأستاذ جورجي إسحاء رحمة الله عليه وأرجع لي تساول حضرتك حول الانتخابات الرئاسية يعني أنا بشوف الماشاة ده بقرر بالنسبة لي للمرة التانية المرة الأولى أثناء انعقاد جابة الانقاذ وأنا كنت عضو هاية عليا في جابة الانقاذ وكنا 14 حزب وجي الأستاذ حبدين صباحي في الجلسة قبل الأخيرة وطلب دعم قيادة جابة الانقاذ وأحزاب جابة الانقاذ وكان رد الفعل ونفس رد الفعل اللي أنا شفته مبارح مع أحمد طنطاوي وأن البعض تخوف شديد من أن يكون هذا المرشح غير ملائم بطبيعة وإدارة الدولة المصرية والبعض الأخر يرى أن لابد من دعم المرشح ينتمي إلى الطيار المدني إنبارح كان الموقف متشابئ إلى حد كبير مثل ما حدث من حوالي 11 سنة في 2012 أثناء انعقاد جابة الانقاذ نفس المشهد بالضبط يعني الأستاذ أحمد طنطاوي تقدم أيضا الحركة المدنية يطلب دعمه وشرح وجاءت نظر حول الترشح وهو بيترشح ليه والأسس اللي بترشح على أساسها وده كان أحد التفاوضات اللي تمت لحد الآن لما فيش مرشح موجود على الساحة ما عندناش مرشح غير أحمد طنطاوي وبالتالي نحن في انتظار أن يدلوا الآخرين بدلوا ومن النهاردة يمكن أنا سمعت أن رئيس حزب الوفد الأستاذ عبدالسند يماما برضو النهاردة بيتقدم للهيئة العليا لحزب الوفد بأنه ناوي يترشح لرئاسة أعتقد أن هذا الأمر هو أمر جيد أن يكون لدينا أقصر من مرشح للرئاسة وأن تنعقد الانتخابات في موعدها القانوني كمنصة المدنة 149 الدستور بأن يكون قبل انتهاء فترة الرئاسة ب120 يوم ويكون على الأقصر إعلان الرئيس الجديد هتروح للنقطة دي يا سيس بدي لأن النائب مصطفى بكري تحدث عنها لكن خليني أسأل حضرتك السؤال حضرتك بتقول هنا حتى الآن ما عندناش مرشح للرئاسة هل تقصد بكده الحركة المدنية حتى الآن ما عندناش مرشح محتمل على الأقل بيتم دراسته ما بينكم وما بين بعض أو عدة مرشحين يعني مش مرشح واحد بيتم دراست أوضاعهم أفكارهم برنامجهم إذا كنتوا هتدعموا واحد فقط إذا كنتوا هتدعموا كلهم يعني إيه الموقف جوه الحركة نفسه بالطبع كما حضرتك أشارتي الحركة يمكن مش هيبقى فيها إجماع على مرشح الرئاسة يعني إحنا لدينا مرشحين الرئاسة وكل من يطرح نفسه كمرشح محتمل أو رئيس محتمل يأتي إلى الحركة المدنية للاكتساب تأييدها محاولة أن يكون أيضا الحركة المدنية تعرف عليك أنها مكونة من 12 حزب وال12 حزب ليهم قواعد وليهم مؤسساتهم وبالتالي لن يدلي رئيس حزب بدلوه ولن يقضي برأيه نهاية قبل الرجوع إلى قواعده الحزبية فكل رئيس حزب الآن يتخوف بأنه ليس لدينا هذا المرشح وحيد هو الأستاذ حمارة نطاول ننتظر أن يدلي الأخرين بدلوه ننتظر أن يكون هناك مرشحين آخرين حتى يمكن لكل حزب أن يعرض هذه الكوكبة إلى قياداته وإلى قواعده لكي يتم الاستفتاء عليها أو التصويت عليها بأدعم مرشح من المرشحين الذين تتلقم رؤيتهم مع دولوجية الحزب ومع أفكار الحزب ومع رؤيته وهو مطلوب يعني إحنا بنجهز دلوقتي الحاجة اسمها ما هو المطلوب من الرئيس القادم يعني حاجة بنعدلها كحزب المحافظين إن إحنا بنبتدي نعمل دلوقتي آليات بحث ونشوف القواعد بتاعتنا عايزة إيه من الرئيس القادم ونقدمها في شكل أجندة يقدمها حزب المحافظين للرئيس الذي سندعمه ولي كي يتم تحقيقها أو الاتفاق عليها الآن ما تعرفوش ماذا مطلوب إيه من الرئيس القادم قواعد لسه ما ردتش قالت إيه اللي عايزينه ومحكمينه لا طبعا طبعا يعني لا طبعا طبعا فيه أولويات وفيه أساسيات ما تحطنا في الصورة يعني كل حزب وكل قواعد يعني إحنا إحنا عايزين إحنا بنطلب ما نحصل عليه من الرئيس الحالي يعني بنطلب أن يكون هناك فتح للمجال وموجود بنطلب أن يكون هناك حريات أن يكون هناك رافع للحاج بالمواقع المحجوبة أن يكون هناك إفراج عن المحبوسين ظلما في السجون المصرية بسبب أراءهم وأفكارهم السياسية كل ده إحنا طلبين ونطلب أيضا أن يكون هناك توجه جديد نحو الحالة الاقتصادية المصرية المتدنية حتى الآن والتي عانى منها المواطن المصري نطلب أن يكون هناك تغيير على الساحة أن يكون هناك قرار منفرد كما يحدث الآن نحن نعيش في حالة قرار منفرد وحيد وبالتالي نحن أمام حالة غير مسبوقة في إدارة الدولة المصرية أن يكون هناك جهات معينة هي التي لديها الحرية في اتخاذ القرار يقول أن نحن طوعيا نسير حول ما يتم اتخاذ مقرار مجلس النواب لا يعبر عن الشعب المصري كل هذه الأمور نحن نتدرسها ونحن نطلب من الرئيس القادم أن يوفي بتعهداته أمام الشعب المصري ويؤيد الأفكار التي نطرحها نعود مرة أخرى للحديث عن المادة 140 من الدستور المصري وهي اللي بتنظم الإجراءة الانتخابات الرئاسية كان فيه نهاردة تعليق تويتر من النائب مصطفى البكري وهو أيضا إعلامي مصري قال أن الانتخابات حسب موعدها حسب الدستور وحسب فهمه للمادة الرئاسية 140 أنها سيتم بنهاية هذا العام على عكس بعض السياسيين في مصر اللي كنا من توقع أن تتم الانتخابات السياسية العام المقبل فهل عندنا موعد محدد هل تم إطلاقهم عن موعد محدد الانتخابات الرئاسية هل بتتفق مع مصطفى بكري في هذا التوقع أن هي هذا العام المادة 140 من الدستور كان بها بندين أساسيان البند الأول تم تغييره سنة 2019 بطرح المادة 1226 وهو مدة الفترة الرئاسية وتم تغييره من 4 سنوات إلى 6 سنوات مع طرح فترة رئاسية جديدة للرئيس الحالي وهذا أمر طبعا غير مستطاق وغير مكبول لأن الرئيس الحالي هو أقسم على دستور 2014 باحترامه وأنه يتم تغييره وعندما يتم التغيير فالمستفيد الشخصي من تغيير هذه المادة هو الرئيس الحالي وليس هناك استفادة عامة للشعب المصري ودستور وضع لكافة الشعب ولم يضع لشخص بعينه وبالتالي نحن نرى أن وجود فترة رئاسية سالسة هو غير دستوري بالمرة ويتنافى تماما مع دستور 2014 أما عن المادة المذكورة إلى المادة 140 البند الثاني التي قضت بأن يكون هناك فتح للانتخابات أو للتقدم للانتخابات قبل 120 يوم من انتهاء الفترة الرئاسية وهو الأمر الطبيعي أن يتم فتح التقدم للانتخابات نهاية هذه السنة وبالتحديد في شهر نوفمبر القادم أن يكون هناك فتح قبل انتهاء الفترة الرئاسية وأن يكون هناك رئيس جديد بعد 30 يوم من هذا الفتح يعني في خلال 30 يوم من المائة وعشر بعد انتهاء 60 يوم من المائة وعشر يوم لابد أن يكون هناك رئيس جديد في الطريق إلى تولي الرئاسة وأن يكون هناك حرف اليمين على نهاية إبريل القادم على الأكثر وهو أمر طبيعي جدا ولا يوجد ما يسمى بانتخابات الأسلام بل هو نهج أو أدوات أو ألية الدستور وخاصة مدى 140 التي تنصص صراحة على أن يكون هناك رئيس لمصر قبل نهاية شهر يناير القادم نعم بشكرك كنت معنا من القاهرة مجدي حمدان عضو مؤسس في الحركة المدنية ورئيس قطاع التقطيط السياسي بحزب المحافظين ترجمة نانسي قنقر